السلام عليكم ورحمة الله تقسم الخصائر التي تتلقىها الميليشيات الحوثية على مضال أيام الماضية ظهر هذا الفصيل الذي لطالما ادعاق ومزعوم بقدرته على المواجهة الضربات الموجهة التي تعرض لها الحوثيون واجهتها الميليشيات بما يحاول التوسع في التجريد القصري والإجباري عمل على تعويض هذه الخصائر عبر إيجاد وقود بشري قبل ساعات أعلنت تحارف عربي تنفيذ 31 عملية السهداف ضد ميليشي الحوثي في محافظة مأريب والجوف خلال 24 ساعة وقال التحالف في بيان إن الاستهداف دمر 18 آلية ودت إلى خسائر بشرية في صفوف الحوثي تجاوز 180 عنصر وبحسب البيان نفذ التحالف كذلك خمسة عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات مشتركة وحماية المدنيين وأشار البيان إلى أن عمليات الساحل الغربي استهدف آليات عسكرية أوقعت خسائر تجاوز 25 عنصر في الوقت نفسه وجهت قوات مشتركة ضربات جديدة لميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في مديريتي الجراحي وجب الرأس بمحافظة الحديدة وجهت القوات المشتركة في إيقاع خسائر بشرية مؤكدة في صفوف الميليشيات الحوثية عمقتها ضربات تحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الجوية الهزائم القاسية التي تعرضها الحوثي قابلة الميليشيات بالتوسع في التجنيد القصري في محاولة لتعويض العناصر التي تتساقط على الجبهات التالية وتواصل ميليشيات الحوثية العمل على تجنيد أطفال قصرا والزج بهم في الجبهات بل ووضعهم في الصفوف الأولى مما يجعلهم فريسة للقاسل بين لحظة وأخرى ومنذ العام 2014 جندت الميليشيات الحوثية أكثر من 35 ألف طفلا كما سعت الميليشيات الحوثية مؤخرا لتجنيد أبناء مديرية وصاب بمحافظة ضمار وهي محاذية لمحافظة الحديدة من ناحية مديريتي الجراحي وبجبه الراس لكن الأهالي رفضوا الاستسلام لقمع الميليشيات وشهرت الميليشيات سلاحها العدائي واقدمت على اعتقال عشرات من أبناء المديرية بعدما رفضوا السماح للحوثيين بتجنيد أبنائهم والزج بهم في محارق الموت تجنيد القصري هو السلاح الوحيد الذي تستخدمه جماعة أنصار الله من أجل تعويض الخسائل التي تمنا بها في الجباحات على يد التحالف العربي والقوات المشتركة بقيادة العميد طارق صالح والجيش اليمني